وتحديث جديد سيضاف قريبا إلى تطبيق واتساب ربما يكون مزعجا بالنسبة للمستخدمين حيث ذكرت مجلة فوربس الأمريكية بأن واتساب في صدد إرسال إعلانات إلى المستخدمين ابتداء من العام المقبل 2019 وفق الشريك المؤسس للتطبيق براين أكتن وخلافا لمنصات التواصل الأخرى فإن واتساب خال من الإعلانات وهو الأمر الذي كان يفخر به مؤسسات ولكن أكتن نشر رسالة مقتضبة عبر تويتر قال فيها لقد حان الوقت حذف فيسبوك وصرح في مقابلة مع فوربس أنه غادر فيسبوك بسبب خلاف بشأن كيفية تحقيق الأرباح في واتساب